اليوم بتاريخ 15 نيسان 2019 يوم الاثنين عند الساعة الخامسة مساء تقريبا اندلع حريق هائل في سقف كاتدرائية نوتردام احد اشهر الصروح الدينية والسياحية في العاصم الفرنسية باريس ما ادى الى سقوط سقف وبرج هذا المعلم بالكامل وافادت فرق الاطفاء ان الحريق مرتبط على الارجح باعمال ترميم الصرح الشهير فيما قال متحدث باسم الكتدرائية انه اندلع الحريق رابط الساعة الخامسة بتوقيت جرينيتش ادارة الاطفاء اكدت بانها قد اطلقت اكثر من 200 عنصر اطفاء و18 سيارة اطفاء الى مكان الحريق لاخماده ولكن للاسف لم تستطع السيطرة على هذا الحريق بسبب ضخامة الحريق واحتراق البرج الذي يبلغ ارتفاعه 93 متر واحتراقه بالكامل وسقوطه فوق المبنى واكد نائب وزير الداخلي الفرنسي لوران نونيز عدم وجود اصابات جراء الحريق حتى الان وان السلطات لا تزال تدرس اسباب اندلاع الحريق حتى الان والجدير بالذكر بان تاريخ هذه الكاتدرائية يعود الى القرن 11 والثاني عشر ويعتقد انها شهدت الكثير من التعديلات على مدار القرون وايضا يزور هذه الكاتدرائية تقريبا نحو 12 مليون سائح سنويا مما يجعلها الاثر الاكثر زيارة في باريس ويقول عمدة باريس الان ان الحريق مخيف جدا وانه قد تم اخلاء المنطقة كاملة وانه قد احترق المبنى بالكامل ولم يبقى منه شيئا وسوف نرى ما اذا كان المدفن الملحق بالكاتدرائية سليما ام لم يتأثر بالحريق